السلام عليكم ورحمة الله متابعنا لأعزال جانالكم في فيديو جديد هذا الفيديو راح نشرح فيه طريقة حذف بيانات التطبيق دون الحاجة الى حذف التطبيق نهائيا من الجهاز على سبيل المثال راح نختار اي تطبيق حتى نقوم بحذف بيانات التطبيق على سبيل المثال راح نختار الشيرمي نضغط ضغط مطولة بسيطة على التطبيق ظهرتنا هذه الواجهة بها الغاء التثبيت وبها اضافة للصفحة الرئيسية وتحديد نضغط هنا على هذه علامة التعجب من ضغطنا هنا ظهرنا التطبيق ومعلومات التطبيق مثل ما جاي يشوفون الروح على مكان التخزين اللي هو هذا مكان التخزين مكان التخزين نضغط عليه بعد ما ضغطنا على مكان التخزين عدنا مسح بيانات مؤقته ومسح البيانات مسح تخزين مؤقت مسح بيانات نضغط على مسح البيانات ونضغط على موافق بهاي الحالة تم مسح بيانات التطبيق نهائيا ويمكننا الرجوع والتسجيل في التطبيق على سبيل المثال هذه احد الطرق الطريقة الثانية الروح على الاعدادات بعد ما دخلنا على الاعدادات الروح على التطبيقات بعدها نختار اي تطبيق مثل ما جاي يشوفون نختار اي تطبيق على سبيل المثال التطبيق هذا بعدها الروح على مكان التخزين وننطي مسح البيانات اتمنى تستفادون من الشرح ولا تنسونا من اللايك والاشراك في القناة حتى يصلكم كل شي جديد مع تحياتي للجميع اشتركوا في القناة